تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام مرحبا بحضرتكم إلى نشرتكم المفصلة من قناتكم ترأى سامير المؤمنين صاحبه الجلال الملك محمد السادس نصر الله مرفوقا بصاحبي السمو والملكي ولي العهد الأمير مولي الحسن والملكي الأمير مولي رشيد والأمير مولي اسماعيل اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هجرية وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين سيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية متناولا بالدرس والتحليل الموضوع التجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين انطلاقا من الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها واستهل المحاضر هذا الدرس بالتأكيد على أن إمامة أمير المؤمنين قد أدت وتؤدي أمنتها في جميع المجالات وأن هذا الأداء قد أثمر في شأن الدين بمعناها الشامل لوجوه الحياة موصلة لحماية اختيارات الأمة وتجديدا في بابها بما يناسب المتغيرات واستعرض سيدة توفيق في هذا الصدد جوانب من تلك الحماية وذلك التجديد من خلال ثلاثة محاور همت مسألة تجديد الدين كما طرحت عند المسلمين وعند غيرهم في الماضي وفي عصرنا الحاضر وتجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين وأفاق هذا التجديد على مستوى الأمة استشرافا لنموذج يكون امتدادا لمساعي أمير المؤمنين في أداء الأمانة وفي ختام هذا الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس على الخصوص كل من الأستاذ الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية والأستاذ الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وسمو الأمير أمينو أدو بيرو أمير وليت كانو والأستاذ جمهري معروف رئيس الجامعة الإسلامية العالمية الأندونيسية ثلاث ذلك قدم وزير الأوقاف الشئ الإسلامية إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس كتابا بعنوان وصايا دينية من ملوك الدولة العلوية إلى الأمة المغربية ويتعلق الأمر بنسخ لثماني رسائل بعث بها سلاطين الدولة العلوية من عهد سيد محمد بن عبد الله إلى عهد أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى الأمة المغربية في موضوع حفظ الدين وتجديده أعلنت وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية بأن مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس أعزه الله قد تفضل فأمر بأن تفتح في وجه المصلين المساجد التي تم تشييدها أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعددها ثلاثة وأربعون مسجدا بلاغ للوزارة يوضح أن الأمر يتعلق بسبعة عشر مسجدا تم تشييده وأربعة وعشرون مسجدا تم ترميمها من بينها مسجد الكتاب الذي تم إصلاح ما لحق به من أدرار بسبب زلزال كما يتعلق الأمر بمسجد محمد السادس بمدينة أبيجون بجمهورية كوديفور ومسجد محمد السادس بمدينة كوناكري بجمهورية غينيا وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المساجد حسب ذات المصدر خمسة وعشرون ألف وخمسمائة مصلي ومصلية وكلفتها أو تكلفتها الإجمالية خمسمائة وواحد وستين فاصل سبع مليون درهم بتعليمات من صاحب الجلل الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف أمس في القدس عملية المساعدة الإنسانية بساحة مستشفى فيكتوريا المطالع بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي وعدد من المرجعيات الدينية والشخصيات الأتبارية المقدسية كل التفاصيل معك هشان فرحان وكالة بيت مال القدس الشريف ومن قلب القدس تشرف على توزيع المساعدات الإنسانية على الأهالي بمناسبة شهر رمضان المبارك مساعدات وزعت بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي وهي تندرج في إطار الرعاية الموصولة التي مفتئة يخصصها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المدينة وأهلها في هذا المخزن تتم العملية التقنية لجمع القفة رمضان التي تحتوي على 22 صنف حيوي ضروري للمائدة المقدسي في رمضان وهي تكفي الأسرة المتوسطة لمدة شهر المساعدة الإنسانية التي تم توزيعها بحضور عدد من المرجعيات الدينية والشخصيات الاعتبارية المقدسية وممثلي المؤسسات الاجتماعية تستهدف ألفين عائلة من العائلات المحتاجة ويخضع توزيعها لضوابط خاصة تراعي الظروف المحيطة بالمدينة مع الاحترام الصارم لشروط السلامة الصحية للمواد نقدر عاليا المبادرة المغربية بتوجيهات من جلالة الملك من أجل دعم ومؤازرة أهلنا في غزة وبالطبع هذه المؤازرة وهذا الدعم لم يتوقف للقدس ومؤسسات القدس ونحن اليوم نجتمع في هذا المكان في هذا الموقع التاريخي في المدينة المقدسة حيث هناك انطلاق لمشروع جديد ومبادرة جديدة هادفة لدعم المقدسيين نحيي هذه الجهود التي تتواصل باستمرار مع أهلنا في مدينة الكدس وأن تأتي هذه المساعدات في هذا الشهر الفضيل للمؤسسات والأسر المحتاجة ولبعض الجهات المجتمعية هذا نظرة إيجابية نظرة في مكانها في هذا الوقت وتتوزع خارطة المساعدات المقدمة على أحياء القدس كالبلدة القديمة والسلوان والشيخ جراح بالإضافة إلى العيسوية ومخيم شعفاط وقلندية والرام استفاد مجموع 12.660 أسرة بإقليم العيون من عملية الدعم الغذائي رمضان 1445 و40 هجرية التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان أبرك ردوان مستقل التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك هذه العملية التي تنظم بشكل سنوي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة لا سيما الأسر في وضعية صعبة والنساء الأرامل والمطلقات والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أشرف أول أمس الأربعاء بمقاطعة يعقوب المنصور في الرباط على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية رمضان ألف واربعمائة وخمسة وأربعين التي ستستفيد منها مليون أسرى أي حوالي خمسة ملايين شخص وخصص لعملية هذه السنة غلاف مالي يبلغ ثلاثمائة وسبعة واربعين مليون درهم بغرض توزيع أربعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وخمسين طن من المواد الغدائية استفاد ما مجموعه في السياق ذاته سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة أسرى بإقليم تارودانت من عملية الدعم الغدائي رمضان ألف واربعمائة وخمسة واربعين هجرية التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان أبركس عملية الدعم الغدائي الخاص بشهر رمضان المنظمة من قبل مؤسسة محمد الخامس لتضامن بمناسبة شهر السيام تحط الرحالة بإقليم تارودانت ويستفيد منها هذه السنة ما مجموعه سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة أسرى بالإقليم على مستوى الوسط الحضري والوسط القروي استهدف هذه العمليات وزيع مجموعة من المواد الغدائية الأساسية على سبعة وعشرين ألف وسبعمائة أسرى على مستوى إقليم تارودانت فأغلبية الأسر ينتمون إلى العالم القروي والعالم الجبالي فهم فئة لفضياء صعبة التي تحتاج إلى الدعم بمناسبة هذا الشهر الفضيل فيستفيدون من مواد أساسية أغلبها يحتاجها جميع الأسر المغربية في إعداد الوجبات الغدائية خلال هذا الشهر الفضيل طبقا للتعليمات الملكية السامية تم تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجستية لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية التي خصص لها غلاف مالي يبلغ 347 مليون درهم والتي تأتي ترسيخا لقيم التضامن والإنسانية والتعاون والتقاسم التي تميز المجتمع المغربي وفي السياق بلغ عدد المستفيدين من عملية الدعم الغدائي رمضان 1445 هجرية بجهة بن ملا الخنفرة ما مجموعه 8448 أسر بفضاء دار طالبتي بمدينة بني ملال سلمت المساعدات الغذائية المقدمة في إطار عملية الدعم الغذائي التي أطلقتها مؤسسة محمد الخامس لتضامن بمناسبة شهر رمضان المبارك العملية الإنسانية استهدفت أزيد من 84 ألف أسر بجهة بني ملال خنفرة ويتوزع المستفيدون بين أقاليم بني ملال أخ ريبقى وأخ نيفرة والفقيه بن صالح وأزيلال بسبب العملية بني ملال بدنا أكثر من 16 ألف مستفيد و427 مستفيد على صعيد عملية بني ملال في العالم القاروي والحضاري وعلى صعيد جهة بني ملال خنفرة في جميع عملات أقاليم جهة أكثر من 80 ألف واربعمية مستفيد كلهم من قفة العملية الرمضان في إطار العملية التضامنية التي تشوفها اليوم 65 للتضامن العملية تروم تقديم المساعدة والدعم لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هششة لا سيما الأسر في وضعية صعبة والنساء الأرامل والمطلقات والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بجهة بني ملال خنفرة في موضوع آخر نظمت جمعية الدعم مرضى القصور الكيلوي بوجده بتنسيق مع فدرالية تنمية جمعية القصور الكيلوي بجهة الشرق لقاء حول الوقاية من أمراض الكيل والتحسيس بخطورتها لا سيما مرض القصور الكيلوي المزمن ردوان مستقيم الوقاية من أمراض الكيلة محور لقاء تحسيسي نظم بوجده بمناسبة اليوم العالمي للكيلة هذا اللقاء يهدف إلى التحسيس بخطورة أمراض الكيلة بصفة عامة ومرض القصور الكيلوي المزمن بشكل خاص وتشجيع الرأي العام والهيئة المعينة على تحسين الوقاية والكشف المبكر بالإضافة إلى التوعية بأهمية سلامة الكيلة من أجل الحفاظ على صحة جيدة سبل الوقاية تعريف بوظائف الكيلة وأسباب الفشل الكيلوي قمنا بها لأن اليوم العالمي تدام أيضا في هذه الفترة للاحتفالات بعيد المرآف بالتالي اختارنا الطالبات الشابات من أجل هذه المحاضرات تحسيسية وتوعوية حول أمراض الكيلة اليوم نسجيل هذه اللحظة نسجيل فيها من خلال محاضرات ندوات تحسيسات كوينات أيضا توعيات بالنسبة للمجتمع المدني بالنسبة للمواطنين ككل بالنسبة لجميع الجمعيات بالنسبة لذين هم في سن لازلت مبكرة نوعيهم بضرات الاهتمام بكيليتهم وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض حول الوظائف الجوارية للكيلة وأهمية التشخيص المبكر للمرض والوقاية منه ثم أسباب وأعراض الفشل الكلوي المزمن عبر العالم بدأ أكثر من 112 مليون ناخب روسية اليوم الجمعة التوفد على 94 ألف مركز اقتراع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية التي تجري في سياق تقدم واضح بحسب استطلاعات الرئي للرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين وبالإضافة إلى بوتين المرشح الأوفر حظل ولاية خامسة تضم قائمة المرشحين ليونيد سلوتسكي من الحزب الديمقراطية الليبرالية الروسي ونيكولاي من الحزب الشيوعي وكذلك فلاديسلاف من حزب الناس الجدد وفي اليوم الأول للانتخابات الرئاسية الروسية أسقطت كييف وموسكو مسيارات وسواريخ خلال الليل في هجمات متبادلة أكد طرفان أنها أدت لمقتل مدنيين وقتل شخصا على الأقل بهجوم مسيارة بمنطقة فينيتسيا بوسط أوكرانيا حسب ما أعلنت الشرطة وقال مسؤولون إن قصفا أوكرانيا على مدينة دونتسك بشرق أوكرانيا تسبب ببقتل ثلاثة أطفال في المغرب تعيش مدينة مراكش خلال شهر مذا الفضيل وعلى غرار باقي المدن المغربية أجواء مغايرة عن باقي الأشهر الأخرى من السنة حيث تستحضر العائلات عددا من العادات والتقاليد المتوارثة التي تحرص على تثمينها خلال هذه الفترة كل التفاصيل معك ردوان مستقل ساكنة المدينة الحمراء التي تشهد أسواقها حركية دعوبة تحرص على جعل شهر رمضان مناسبة لإبراز مدى تشبوتهم بمجموعة من القيم الإنسانية والاجتماعية كما تسعى إلى مسايرة تطورات العصر وتوفير مختلف المواد الضرورية والبهارات المعتمدة في تحضير أطباق مائدة الإفطار حيث تعرف هذه الأخيرة التي دابت العائلات بمختلف شرائحها في السابق على إعدادها خلال هذا الشهر الفضيل تعرف نقلة نوعية في أساليب تحضيرها وتنوعها وتعددها المائدة الإفطار الشهر الرمضان كانت بسيطة ومختصرة كانوا الناس يعتمدوا على الحريرة والطمور والماء والطميرات هذا الشي اللي كانوا في واحد القيطة قبل ما كانوا الناس يبالغوا في هذا الشي دي الأكلات وهذا الشي دي الشيوات فمثلا بحل المثال الشبكية كان الناس يديرها في ليلة 27 فقط وتبقى هذه التقاليد على الرغم من التطور الهائل الذي يعرفه نمط عيش المغاربة جزءا من تاريخ مدينة مراكش مما يتطلب المزيد من الاهتمام بها من قبل الباحثين لتوثيقها باعتبارها شكلت جزءا من حياة المغاربة ورياضيا نسفرت قرعة أوروبا نهائي دور أبطال أوروبا لكرة القدم عن مباريات قوية ولعل أبرزها مباراة ريال مادريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب النسخة الماضية تفاصيل معك خاليد باتو قرعة أوروبا نهائي دور أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية ولعل أبرزها قمة ريال مادريد الإسباني ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة وصفها المتتبعون بنهائي قبل الأول وفي تكرار لسيناريو الموسم المنصرم في نصف نهاية شامبيونس ليك حينما تعادل الطرفان دهابا في مادريد بهدف لمتله قبل أن يعود الستيزنز ليحسم الأمور لصالحه في لقاء الإياب برباعية نظيفة عبدت الطريق لرفاق هالند للتتويج بلقب دور الأبطال للمرة الأولى في تاريخ المان سيتي ريال مادريد المتوج بلقب دور الأبطال أربع عشرة مرة يطمح من خلال لقاء السيتي إلى رد الاعتبار والتأري من الهزيمة القاسية التي تجرعها الميرينغي الموسم المنصرم على يد السيتيزنز بحثا عن اللقب الخامس عشر في الجانب المقابل منشستر سيتي حامل اللقب سيبحث هو الآخر عن مواصلة عروضه القوية بهدف الحفاظ على لقبه وتحقيق تشامبيونس ليك للمرة الثانية تواليا وستقام مباريات ذهب دور ربع نهائي دور الأبطال في التاسع والعاشر من أبريل المقبل على أن تجرى مباريات الإياب في السادس عشر والسابع عشر من الشهر ذاته بهذا نصل مشاهدنا الأكرام إلى نية هذه النشرة قدمناها لحضاراتكم من قناتكم 1.24 لكم التحية في أمان الله موسيقى